تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق باسمه وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بالتهنئة للبابا توضرس الثاني بابا الإسكندرية بتريك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد خلال الزيارة التي قام بها إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية على رأس وفد يضم النائب فيبي فوزي وكيل المجلس والمستشار محمود عثمان الأمين العام للمجلس أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن أمله في أن تكون الأعياد فرصة لنشر الحب والسلام على الأرض وتأكيدا لصلاة الترابط والأخوة بين جميع أبناء الوطن الواحد مشيدا بالدور الذي تقوم به الكنيسة المصرية في تعزيز الوحدة الوطنية دعيا المولى أن تعود هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بخير ورفعة واستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن جانبه وجه البابا توضرس الثاني الشكر للمستشار عبد الرازق على حضوره الكريم للتهنئة داعينا الله أن يبارك كل جهد مذهول لصالح مصرنا الحبيبة ومؤكدا أن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أراضيها